وهرب الوزير محمد فهمي هيدا المشهد أمام منزل الأخير اللي لم يتجرق على مواجهة أهل الضحايا المرفأ لبل أعطى الأوامر باستقبالهم بالعنف الشديد المشكلة إنه مع مجلس النواب مجلس النواب ما في استقنف استقنف قرار وزير الداخلية بس القرار اللي بيخذوا مجلس النواب بمنع الحصانة بيوقف أو ما منشيل الحصانة ما في استقناف المشكلة هونيك وأنا بتصور اللي صار على بيته هاي دي يمكن لا متل ما بيقولوا لا يبعثوا رسالة اللي لنواب اللي بدون يوقفوا ضد رفع الحصانة أنا ابني نزل يوم أبس ابنك كان معه لأ نزل إنه كان مرأ وشاف وشاف الموضوع أكيد جاي وعم بيقلي باي إنه إنه يعني الله يرحم يعني كله نحملين هالصور صور هالشهداء والضحايا اللي ماتوا يعني شي بيفقع القلب يعني منها ما منها بها السهولة واعتف تكري بها السهولة هاي دي منها منها هيني منها هيني هلأ بخاف أنا إنه حدا يفوت على الخط ويعمل شي عملية مئزية تطلع ضدهم مش معهم أنا بتمنى على أهل الشهداء إنه ينزموا حالهم أكتر ما يخلوا غريب يفوت عليهم الوزير فهمي رفض إعادة النظر بقراره المتعلق بأعطاء الإذن بملاحقة اللواء عباس إبراهيم باعتباره أمر غير قانوني ولا يأكد إنه اتخذ قراره عن أني عتمي أنا برأيي استعجل كان في معه مهلي إنه ياخذ القرار هلأ استعجل لا شو سبب ما عندي معلومات لو أنا كنت مطرحه كنت بيجتمع أنا واللواء إبراهيم يمكن كان لواء إبراهيم بيقنعني إنه أنا لا يخيي بدي يروح واللواء إبراهيم عمل بيان وقال أنا أنا مع القانون ماني ضد القانون بس اللواء إبراهيم ما بيقدر يروح ما بيقدر يروح لعند قادة تحقيق بدون إذن من وزير الداخلية بخالف القانون ويطعم بالإفادة تبعه أمام هذه التحقيق القرار الاستثنائي باعتبار الرابع من آب يوم حديد وطني هو تجسيد لانفصال السلطات عن الواقع فما نحتاجه هو إسقاط الحصانات والتحقيق الشفيف كل هذي المتهمين هلأ متهمين بالإهمال إنه واحد بعت مراسل يشيل عن داره كلف مهوا واحد تاني بس ما بكون في الشي نخلقنا إلا لما نعرف من اللي فجر وكيف تفجر وحكمه إعدام حتى كشف الحقيقة سيكون كل يوم هو أربعة أب جديد اشتركوا في القناة